السلام عليكم انا سوراية وديي قناة سوراية شانيل واحنا النهاردة هنعمل مع بعض الكشري الكشري المصري بكل بساطة وبكل سهولة وان شاء الله هيعجبك وياريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمليلي لايك وتشتركي معي في القناة لو لسه مشتركتيش عشان في كتير جدا بيتفرج علي ومش مشترك معي الكشري عشق يعني فيه ناس كتير جدا جدا بتحبه وهو فعلا اكلة لذيذة قوي وجميلة وبرضو مغزية ممكن تكليها تسلوي معها بيض وتكليها بيه بس انا بفضلها كده مع طبق الصلطة وكده تمام طعمه ببقى طحفة جدا وجميل وهنعمله بردو بكل بساطة وبكل سهولة يلا نسمي الله ونشوف عمناه ازاي بسم الله اول حاجة انا جبت الحمص غسلته كويس قوي ونقعته تلات اربع ساعات فمية سخنة وعدين غسلته تاني وحطيته على النار وكمان العدسة بوجبة برضو خدته غسلته كويس وحطيته اول غلوة بس العدسة بوجبة غلوة واحدة بس وهصفيه وهاركنه على جنب لكن الحمص شوية هيجيب معايا شوية فحاوليت عليها على الحمص بدري شوية لانه بيعود له من ساعتين ساعتين ونص ثلاثة هنعمل بقى الصلصة الصلصة انا جبت الكبه حطيت فيها بصلاية وفصين ثلاثة طعم اه كبار وضربتهم في الهند بلندر انا الصلصة هعملها كلها نايف نايف وحطيت معلقتين زيت الكوشة بتعمل بزيت بس حطيت معلقتين زيت وحطيت البصلة مع فص الطوم وهنزل بالطماطم على طول الطماطم دي انا اللي بسلصلها اه بتسهل عليها الاكل ياريت ياريت تتفرجها على الفيديو وتعمليها وتخليها عندك في التلاجة انا بعمل منها كميات كبيرة وبحطها في الفريزر لما تبقى الطماطم حمرة ورخيصة وبتسهل عليها الاكل جدا ما طلع كيسة حطه في علبة في التلاجة وبطبخ بيها على طول هيبتي اضوبك بس بتبقى محتاجة تسخن هقلب بقى كله على بعض انا محمرتش البصلة ولا اي حاجة كلها نايف نايف نزلت بقى معلقتين صلصة الطماطم اللي هي الصلصة الجاهزة اللي بنشرها من السوبر ماركت وهقلب وخلاص كده هحط بقى التوابل بتاعتي هحط ملح وهحط سكر عشان اعادل المزازة اللي بتبقى في الصلصة ملح وسكر وكمان هحط فلفل اسود وبابريكا بس كده هيا دي توابل مش هتحتاج اكتر من كده توابل خلاص كده تمام هاجي بقى احمر البصلة علشان اعمل اللي هو البصل المحمر اللي بترش على وش الكشري ده خلاص كده انا قطعت البصل الرؤية جدا جدا دول بتقريبا اربع بصلات او تلت بصلات كبار اقطعت رؤية خالص خالص على قد ما تقداري اقطعيه رفيع جدا رشت عليه بس رشت ملح مع شوية زيت كتير الزيت ده انا هستخدمه ان انا هساوي بالرز وكمان هعمل بيه هحطه على المكرونة عشان ايه افرفرها كده وطعامها كمان فانا قطرت الزيت شوية لانها الزيت ده هصفيه هاخد منه حطه على المكرونة وكمان هعمل بيه الرز جيت بقى حلها النار تانية كنت حطها عشان اسلق المكرونة سلقت انت حاولي تنظمي اللي هو يعني هو بيحتاج شغل كتير شوية فانت حاولي تنظمي هتعملي ايه ايه قبل ايه يعني انا عملت الصلصة وركنتها بس اول حاجة عملتها سلقت العدسة بوجبة وحطت الحمص والصبح اول مصحيت انا عارف ان انا هعمل النهار ده كشري نقعت العدسة بوجبة نقعت قصدي الحمص نقعت الحمص وسبته ساعتين تلاتة كده في مياه سخنه سبته بعدين غسلته وحطته يستوي لانه هو بياخد شوية وقت على النار لو ما بتحبش الحمص استبعي ديه براحتك بالعدسة بجبة بقى ما دخلت سلقته وركنته على طول في مصفى وسبته يصفي عملت الدمعة وحطيت حلة تانية على النار فيها المياه وكنت شغالة في البصل بحمر البصل علشان برضو شوية بياخد وقت لان انا مش عايز احمره على نار عالي قوي ولا عايز احمره على نار هادي قوي انا عايز احمره على نار متوسط عشان يبقى مقرمش معي وما يتحرشي وياخد لون حلو ولازم تقطعير فيها شوية نظمي شغلك انت هتقلبي بقى في الدمعة هتقلبي في الماكرونة وفي العين التانية برضو هتقف يتقلبي وانت كده واي هتقودي تقلبي عليهم وما التلاتة على البصلة تمام العادسة هو الحمص وصمم ان هو عادسة الحمص ههوريه لكم وهو برضو البصلة بقى هتقل بقى معيها تانيني ايه اقلب عليها روحها جاية مع لانار متوسطة مقطعها رفيع قوي حطيت شوية زيت كتير شوية وحطيت عليهم كمان حبة ملح لبحط دقيق ولا اي حاجة خلص شوية الملح عشان ينزل ميته وينشف معي ويبقى مقرمش وجميل ومش ملح كتير كمال عشان ما يبقاش حادق معاك رشة ملح عادية يعني تقريبا ربع معلقة ملح بس والمكارونا بقى اللي بقى من هنا الهنا الهنا والكل ده هيخلص هيبقى فضل للرز وطباق السلطة وخلصنا القشن ما تحطيش ان الحاجة بتاخد وقت ومجهود انت نظمي كل حاجة بالنظام بتبقى سهلة نظمي انت هتعملي الاول واللي بياخد وقت واللي هتقف عليهم اما التلاتة على البتجاز انا على فكرة والله ما اخد معايا نص ساعة بجد والله هو سوى بقى الرز هو اللي بعد ما خلصت وكل ده بقى رح تمسوي الرز وخلاص خلاص البصل خرت معايا وقت واتحمرت تمام خلاص ركنتها بقى طلعتها على منازيل كده تصفي بقيت الزيت اللي فيها وهو ايه كمان شوية كده ما تبتدي تهدي قلة بيها وحطتها على منزيل تاني علشان المنزيل ده بباشر بزيت كتير جدا فانت برضو انقليها على منزيل تاني وقل بيها هتلاقيها بقى مقرمشهم فرفرة وجميلة والمكارونا خلاص تسلقت اهور بقى شوية الزيت بشوية البصل دون ما فيش مش كده خالص بتدي طعم هلوى قوي للمكارونا وشوية الفلفل الاسود وانا دقتها لقيتها شوية عايزة ملح هحطت لها ملح هقلبها بقى مع بعضها كده انا خلصت المكارونا والسلسة والبصل والحمص على النار وستلقت العدس بجب هعمل بقى الرز الرز انا بعمل عدس الاصفر قد الرز يعني هعمل كوباية رز بعمل كوباية عدس اصفر نصف كوباية رز نصف كوباية عدس اصفر خلي بالك انه هو بيرمي معاك كتير لان في حمص في عدس بجبة وفي عدس اصفر وفي شعرية وفي رز وفي مكارونا فانتي حاولي تقليلي يعني انتي لو فردين تلاتة يعني حاولي تعملي مثلا حاجات بسيطة عايري حاجات بسيطة لانه هو بيكتر جدا انا بقى حطيت في نفس الزيت حطيت في شوية شعرية زهو غيرين وهقلب ومعايرة كوباية الرز معاها كوباية العدس الاصفر وكانت معايا تقريبا نصف كوباية عدس بجبة سلقاهم وخطاهم على جنب هقلب بقى لحد ما الشعرية تاخد معايا لون في الزيت بتاع البصلة خلاص اخدت اللونه تمام هنزل بقى بالعدس الاصفر والرز انا حطيتهم على بعض وغسلتهم غسلة كويسة جدا اخسليهم غسلة تمام يعني اخسليهم كويس الرز العدس اي وكليات اخسليها كويس ويفضل ان هي تتنقعة هقلب خلاص تمام هقلبهم وحط عليهم بقى ملح كمون آآ فلفل اسود وخلاص ملح وكمون وفلفل اسود نص معلقة كمون نص معلقة فلفل اسود وشوية ملح وخلاص وهقلب البتاع وهو اصلا متطعم بقى الزيت بالبصل كده طعمه خطير هحط بقى بس خلي بالك ما تزوديش المية الليلي المية شوية لان العدس الاصفر بيستوي بسرعة وهيبقى معجر معاك هو مش حلو الليلي بس نسبت المية شوية هنا خلاص كان الحمس توا معايا حطت له الملح وهحط له كمان كمون وشوية فلفل اسود واللي حابب بقى يحط له ايه شوية شطة هقلب تمام في الوقت ده بقى وانا علقت عالروز دي السلق اهو هنسيت بس توريكم انه هو لما غلي وقبل ما واتش عليه حطيت العدس اللي يابو جبه على الوش وغطيت الحلة وتمام خلصت عملت الصلطة بقى بالمارروز استوى وكان كله خلاص جهز معايا خلصت الكشري هادي البتاعنا قلتها على منجيل تاني وزبطها مقرمشة وجميلة وخلصت وعملت طبق صلطة حلو كده انا بحب اكله بالصلطة ورشي بقى غريع على وشه شطة زي ما انت عايزة انا بس بالشطة بره اختياري اللي عاوز يحطها الواحد ويحطها اه كان طعمه خرافة جميل جدا 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 وان شاء الله ان شاء الله هيعجبكو ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمليلي لايك وتشتركي معايا في القناة لو لسه مشتركتيش علشان في كتير جدا جدا بيتفرج علي ومش مشترك معايا ياريت تشتركي تشجيك لي بحبكم كتير اشوفكم بعدين مع السلامة